اذا وكانت لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله العديد من الجوائز التي تحمل اسم سموه تشجيعا وتحفيزا من سموه للعاملين في القطاعات الحيوية والتنموية ما عكس الدعم والرعاية التي أولاها سموه رحمه الله لمختلف القطاعات في مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله كان عنوانا للعديد من الجوائز فهو رجل الحضارة والثقافة والإنماء ورجل الدولة الذي منح البحرين هويتها العالمية وذلك لدوره البارز الذي كان محط إعجاب وتقدير عالمي ودولي أولى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء تقديرا عميقا لدور الصحافة الوطنية والحرص على دعمها فسموه كان أول الساعين لتهيئة الظروف الملائمة للصحافة والارتقاء بها ثكرا ومنهجا وأسلوبا لذا فقد تم تخصيص يوم السابع من مايو من كل عام للاحتفال بيوم الصحافة البحرينية باعتباره دليلا على حرص سموه على تعزيز مكانة الصحافة وتحفيزها على مواصلة دورها الوطني وتأكيدا على ما حققته البحرين في مجال حرية الصحافة والإعلام تعكس جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والتي تمنح في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي تعكس الجائزة الدعم والرعاية التي أولاها سموه للكادر الطبي في مملكة البحرين ولطالما حمل سموه التقدير والتشجيع للأطباء والعلماء والباحثين في الحقل الطبي وهذا التكريم ما هو إلا جزء أصيل من ثقافة التكريم والفكر التنموي لدى صاحب السمو الملكي لإيمانه بأن التحفيز والتشجيع هو ما يدفع أبناء البحرين إلى مزيد من البذل والعطاء في خدمة الوطن انطلقت جائزة الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة للتفوق الصناعي سنة 1997 وشكلت بلورة لأول عملية تقويم علمي لنشاط المؤسسات الصناعية على اختلافها وأنواعها وحرصا من سموه في ترسيخ رافد مهم لدعم التنمية الصناعية وسعي لتجذير قطاع صناعي ديناميكي ومنتج يتطور ويدوم ويأخذ نصيبه في سلم التقدم والتنمية الاقتصادية أكد سموه أن هذه الجائزة تشكل حافزا قويا للشركات الصناعية لتطوير أعمالها وجودة إنتاجها وتذكي روح التنافس بين الشركات المختلفة في الأداء الصناعي ما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية الدعم الكبير الذي حظي به القطاع التعليمي من لدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تجلى في عدة أوجه منها تفضله بجائزة سموه للتميز في الأداء التعليمي وكانت هذه الجائزة التربوية المهمة في سياق تحفيز المدارس ودفعها نحو الارتقاء بأدائها ضمن التنافس التربوي والتعليمي على قاعدة الكفاءة الأكاديمية وجودة المخرج التعليمي والابتكار والإبداع في طرق التدريس وفي الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لطلبة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر